تاسعاً أتم بناء متوازي الأضلاع ألف سين باء جيم الذي مركزه النقطة باء الإجابة نستطيع استعمال البركار مباشرةً ثم إتمام رسم القطر الثاني أو نقوم برسم دائرتين مركزهما النقطة باء شعاع الواحدة باء جيم وشعاع الأخرى باء ألف ثم رسم القطرين وإتمام رسم الرباعي وظف عاشراً أبني متوازي أضلاع نون تاء قفاء حيث نون فاء نون تاء تساوي خمسة وأربعين درجة تاء نون يساوي أربعة سنتيمتر نون فاء يساوي ستة سنتيمتر الإجابة أولاً ثانياً أبني ارتفاعه نون عين الإجابة أبين نوع المثلث نون تاء عين وأعلّي الإجابة أبين نوع المثلث نون تاء عين 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 إستشارك وأبين goodness رسمة نون أبين نطل Sang زغم في ألف قيس ظلعيه ألف باء وألف جيم بالمتر على التوالي أربعين وثلاثين الثانية في شكل معين باء جيم عين واو جيم باء جيم عين تساوي ستين درجة أرسم تصميماً للقطعتين وفقاً للسلم واحد على ألف الإجابة ألف باء على التصميم تساوي أربع سنتيمتر ألف جيم على التصميم تساوي ثلاثة سنتيمتر أرسم قطري القطع المعينة المتقاطعين في النقطانون الإجابة يريد السيدة عبد الرحمن أن يتعرف قيس محيط قطعة الأرض التي تحصل عليها علماً أن قيس باء جيم على التصميم خمسة بالسنتيمتر أساعده على حساب قيس محيط قطعة الأرض الإجابة خمسة سنتيمتر في ألف يساوي خمسة آلاف سنتيمتر يساوي خمسين متر قيس محيط قطعة الأرض بالمتر خمسون في ثلاثة مع أربعون مع ثلاثون يساوي مائتين وعشرين متر ترجمة نانسي قنقر